حاجة أنا حقولها نهاردة أنا بقول أو بقى لي كام يوم كده بقول أسرار كتيرة جدا لكن حقولها حضراتكو سر كابتن محمود الخطيب بعد وفاة الوزير العامري كنا يوم الجمعة وكنا روحنا للمستشفى وخدنا المرحوم وودناه على المقبرة يعني ربنا كرمني وقدرت أنه ننزل فأنا يعني شايلين أنا وعدد كبير من الموجودين ومن محبيه وأخواته وابنه وكلهم كانوا موجودين الحقيقة فأنا مكنتش عارف مين اللي تحت فأنا نازل كابتن الخطيب كان واقف كان واقف جوه في المقبرة تحت على اليمين فكابتن الخطيب يعني مش أخد بالي يعني أنا نازل واخد وببصت كده لقيت الكابتن واقف على اليمين وببصت للكابتن كده فالكابتن كان لابس النظارة وواقف ويبدو مش يبدو وكان أنا مش عارف أقولها إزاي وهل من حقي أن أنا أقول كلمة زي دي على الكابتن وللأ ولكن كابتن كان متأثر بطريقة من المرات القليلة جدا 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 في تاريخ حياتي أشوف الكابتن محمود الخطيب متأثر بهذا الشكل متأثر على شخص كان له دور كبير جدا جدا في النادي الأهلي وشخص كان له ثقل كبير جدا جدا داخل النادي الأهلي أنا قررت أن أنا مقولش الكلام ده لحد ولكن دلوقتي الحقيقة وبعد ما شفت اللي أنا شفته وبعد هذا القرار الحمد لله أن الواحد كان يعلم هذا القرار بأن يومين ثلاثة وكابتن خطيب نفسه كمان كان يعني عايز يعمل أفضل حاجة كابتن خطيب أبقى مجلس الإدارة أنا هنا لما بقول كابتن محمود الخطيب بقول مجلس إدارة الأهلي كاملا عايزين يعملوا حاجة يخلدوا بها ذكرى هذا الرجل المحترم الرجل ده كل ما تيجي تتكلم مع حد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي يقولك إحنا فقدنا حد يعني ركن أساسي وكبير جدا جدا في مجلس إدارة النادي الأهلي فشكرا مرة تانية لمجلس إدارة النادي الأهلي على بتخلونا نبقى وإحنا بنتكلم عن أي حاجة أو ما يخص النادي الأهلي أو بندافع أو بنعمل أي حاجة للنادي الأهلي بنبقى متأكدين أن إحنا ورانا يوم لما حد فينا حيحصل له حاجة حيبقى ورانا 70-80 مليون أهلاوي طبعا وفي نفس الوقت حيبقى ورانا مجلس إدارة محترم مجلس إدارة يعي تماما معنى كلمة النادي الأهلي وحب النادي الأهلي وأن هذا الرجل أو هذه الشخصية لوزير العامري فاروق كان قد إيه بيحب هذا النادي وقد إيه كان بيعمل لهذا النادي ولصالح هذا النادي وبالتالي وجب تكريمه بهذا الشكل فمرة تانية وتالتة وربعة أنا بشكر مجلس إدارة النادي الأهلي لأن دي كمان لفتة للأجيال القادمة إزاي نحافظ على الأسماء اللي بتتعب عشان خاطر النادي الأهلي وبتموت عشان خاطر النادي الأهلي فدي لفتة جميلة جدا 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 من مجلس إدارة النادي الأهلي لكل الأجيال خدوا بالكوا أن النادي الأهلي مهما حتى لو أنت في جوة طراب مش هيسيبك مش هيسيبك بتخليط ذكراك وشفناها قبل كده خلال السنين اللي فاتت في كذا مرحلة وكذا أمر بيحصل وبتحصل كل سنة يعني لحية الواحد سعيد جدا جدا أن هو بينتمي لهذا النادي الكبير والعريق ذو الأصول الكبيرة والمحترمة عشان كده احنا من 1907 وحتى الآن بنحب هذا النادي وحنفضل في ظهر هذا النادي وحتى لما نموت بنحب هذا النادي وحنفضل في ظهر هذا النادي